اشتركوا في القناة قبل ما نبدأ في الشرح اتمنى اي واحد يدي اللايك ويشترك في القناة من ليس مشترك يفعل زر الجرس ليصله كل جديد هذا الخطأ يكون عند تقديم الاكل والبدور للطيور فاغلب المربين عند ملء المعلف للبدور وتقديمه للطائر وبعد يوم تقريبا يجد ان المعلف فارغ قليلا يعني طائر اكل قليلا يقوم باعادة ملءه للطائر وتقديمه له ظنن منه انه يتهل في الطائر ولكن هناك الضر فيه اخي الكريم لماذا؟ لان الطائر اذا قمت بملء المعلف بعد يوم راح يأكل البدور التي يفضلها ومعظم الاحيان تكون بودور زيتية البيرلال، نيجر، زريعة الكتان هذه البودور زيتية وهذه كي كتر منها الطائر راح تضره وراح تسبب له سموم في الكبد فعند ملءك للمعلف كل يوم راح يبدأ يأكل غير تلك البودور وما راح يأكل البراقة والخرطان يعني راح يأكل غير البودور الزيتية وهنا راح يمرد لك الطائر فاذا يجب ترك المعلف حتى يفرغ تقريبا عاد تعيد اعطاءه الاكل او البودور من جديد فهنا راح تقريبا يأكل الطائر جميع انواع البودور فتترك المعلف كما تلاحظ في الفيديو حتى يقرب يكمل بعدها تعيد ملء أهمي من جديد ايضا بالنسبة لمربي الحسون هذه المعلومة مهمة الكثير من يريد تغيير اكل الحسون من الخليط الى الساك كما نقوله من الميلانج يبغي يعطيه الساك براقة لوحدها فلا تقوم باعطائه البراقة لوحدها مباشرة يعني ما تقدم لاش الساك في دفعة واحدة راح يأكل الميلانج تقوم بزيادة البراقة الى الخليط تعال اكل يعني كل مرة تزيد البراقة اكتر من الميلانج مرة على مرة مرة على مرة مرة على مرة حتى بعد تقريبا خمسة عشرين يوم او شهر تعطيه الساك لوحده وهنا الطائر ما راح ينضر عكس الى عطيته الساك مباشرة فالطائر راح يضره هذا الامر